الورشة التي جاءت تحت موضوع تعزيز دمج سلامة الصحفيين في الممارسات المهنية للإعلاميين وقوات الأمن والدفاع في شات حيث خرج المشاركون بعادة من النتائج والتوصيات بتسهيل وقلق إطار للتفاهم بين قوات الدفاع والأمن والصحفيين تعزيز كفاة قوات الدفاع والأمن من عجل مواكبة واحترام القوانين الدولية لحماية الصحفيين اعتماد اتفاقية الفدرالية الدولية للصحفيين حول أمن وحماية الصحفيين التي اعتمدت من قبل مجلس العمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة رئيس اتحاد الصحفيين الشاديين أشاد بمخرجات هذه الورشة سطعنا أن نجمع في قاع واحدة رجال الأمن والدفاع وأيضا الصحفيين لنناقش حول أمن وسلامة الصحفيين مماثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة قدم شكره لاتحاد الصحفيين الشاديين وقال إن مشاركة قوات الدفاع والأمن وإدلائهم ببعض المداخلات المهمة قد تسري من زيادة الثقة بين الطرفين حيث وافقه في ذلك المتحدث باسم الشرطة الوطنية بول منغا مماثل السلطة العلية للإعلام السمعي البصري لورا جونجي أشار إلى أن هذه الورشة هي إحدى ثمار الحوار الوطني والسيادي لإعادة الثقة بين الصحفيين وقوات الأمن والدفاع أزاوى توجد المناسبة بتوزيء إفادات لمختلف المشاركين في أعمال هذه الورشة التفاكرية ترجمة نانسي قنقر